تابع حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله التمرين التعبوي الذي أجره الحرس الملكي هذا اليوم ضمن منهاج التدريب السنوي فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وسعادت الفريق الركن ذياب بن سجر النعيمي رئيس هيئة الأركان والعقيد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة وعدد من الضباط ثم قدم الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله إجازا رحب خلاله بتفضل جلالته رعه الله بهذه الزيارة الكريمة وقدم سموه وعدد من المشاركين في التمرين شرحا لمجريات التمرين وأهدافه لرفع الكفاءة التعبوية للمشاركين فيه والتنسيق المشترك مع مختلف الأسلحة كما اجتمل التمرين على رماية بالذخيرة الحية قامت بها عدد من طائرات سلاح الجو الملكي البحريني ثم دمرت الأهداف المخصصة لها وأصابتها بدقة فائقة وفي ختام التمرين أعرب جلالة الملك المفدأ القائد الأعلى أيده الله عن اعتزازه بما شهده من جاهزية قتالية عالية واحترافية مميزة اتسم بها منتسب الحرس الملكي مؤكدا أهمية مثل هذه التمرين للارتقاء بالكفاءة القتالية ومهارة إدارة المعركة شاكرا جلالته معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما يبذله معاليه من جهود مثمرة لتطوير وتعزيز قوة الدفاع وتطوير قدراتها القتالية نحو المزيد من القوة والمنع مشيدا جلالته بالاحترافية المميزة التي يتسم بها جميع ضباط وضباط صف الحرس الملكي وبحرزهم على أداء رسالتهم الوطنية السامية بكل ولاء وإخلاص وما يتمتعون به من كفاءة رفيعة وروح معنوية عالية ولياقة بدنية مميزة مؤكدا جلالته أيده الله على أهمية تعزيز التعاون والتكامل العسكري الأخوي المشترك مع الأشقاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومع الأشقاء والأصدقاء لمواجهة كافة التحديات لكل ما فيه أمن المنطقة وخير شعوبها الشقيقة ومنوها جلالته بما حققته مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين من كفاءة عالية مضيفا جلالته أنهم الدعامة الأساسية لنهضتنا الوطنية الشاملة وخير من ينهض بواجبهم الوطني السامي للذود عن وطننا العزيز وكرامة مواطنيه ومهني أن جلالته حفظه الله جميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا جلالته أن يكون خير شهر وبركة متمنيا جلالته لهم دوام التوفيق والنصر والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة